خيم الحزن على العالم بأسره برحيل قائد العمل الإنساني المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي كانت له بصمات ومواقف مؤثرة عالمياً ليس سياسياً فقط ولكن أيضاً دبلوماسياً وإنسانياً وتصدر خبر رحيل سموه طيب الله ثراه وسائل الإعلام العربية والأجنبية مستعرضة نشأة وحياة سمو الأمير الراحل وأهم الأحداث والإنجازات التي شهدتها فترة حكم سموه حتى يوم وفاته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بوفاة أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه خيم الحزن على العالم بأسره نعاه زعماء الدول ببالغ الحزن والأسى نكست الأعلام وأعلن الحداد وأثار خبر رحيله طيب الله ثراه ردود فعل عالمية تراوحت بين الحزن واستذكار مناقب الأمير الراحل طيب الله ثراه وتناولته النشرات الإخبارية لمختلف القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية وعقب أعلان خبر الرحيل توالت بيانات النعي والتعزية بأغلب المحطات الإخبارية فقد استذكرت محطة بي بي سي الإخبارية دبلوماسية وحنكة أمير الإنسانية في حل عدد من الخلافات الإقليمية والتي كان آخرها الخلاف الخليجي أما محطة الحدث فقد تلقت مكالمة هاتفية من وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلاب والذي أشاد خلالها بالإنجازات الضخمة لسموه الراحل طيب الله ثراه على مختلف الأصعدة ومن مملكة البحرين الشقيقة فقد وثقت عبر محطتها الإخبارية البحرين مقتطفات من مسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالعطاء العديد من المحطات الإخبارية من بينها الجزيرة الحرة والإخبارية وفرنسا قد استذكروا لمحات من الحياة السياسية لسموه المغفور له بإذن الله تعالى وأدوار الوساطة التي اطلع بها أما محطة قطر فقد قطعت البث وأذاعت آيات من القرآن الكريم مآثر والدنا الراحل طيب الله ثراه لا تحتويها مفردات ولا توفيها العبارات اشتركوا في القناة